ياسمين عز الحجاب أجمل حاجة في الدنيا ربنا يهدينا جميعا ياسمين عز بتستمر كالعادة في إصارة جدل الجمهور عن طريق ظهورها وهي لابس الحجاب لأول مرة على الهوى يترى هي لبسته بجد ولا مجرد إنها عاوزة تطلع ترند كالعادة ياسمين عز معروفة بقراءها الغريبة اللي ديقت ستات مصر كلها واللي مش منطقية نهائي وبتشجع فيها إن الستة تقدس الرجل المصري بغض النظر عن أي حاجة تانية صاحبت جملة الفرعون الصغير واللي اتهمها بعض الناس بالجنون بسبب تصريحتها ظهرت في برنامجها الأول مرة لابس الحجاب عشان تعلم البنات إزاي يلفوا الطرح بطريقة حلوة وشيك وتبقى جزابة في نفس الوقت وقالت إن الحجاب ده أجمل حاجة في الدنيا يربي يهدينا جميعا وبدأت تعلم البنات طرق بسيطة اللف الطرح وكالعادة قعدت تشكر في نفسها وإنها شبه الأطراق والأول مرة ياسمين عز بتحصل على إعجاب الرجالة والستات بعد ما كان أي ست بتكرهها وبتعتبرها بتخربتها لإنها بتقنع جزها بأفكار مش منطقية وبتخلي عنده تصور غلط عن الزوجة وتعيدها ليه وكان مجرد ظهورها على الشاشة بيدي أي ستة مصرية وقعدت تقول على نفسها إنها شبه الأطراق بالحجاب ياسمين عز اللي قالت وانتي ماشي انت وجوزك ما تدسيش على ضله في الأرض برجلك وتصريحات كتير غير كده مستفزة أعلنت عنها في برنامجها رغم إنها قبلت معارضة جديدة جدا على محتوها من الناس ورغم كده برضو مكملة بنفس الإسلوب ومش بس الستات اللي بتكرهها ده فيه كمان بعض الرجالة شايفين إنها مش منطقية في كلامها وإنها غلطانة وإن علاقته بمراته وعلاقة موضة ورحمة مش علاقة استعبات زي ما هي عايزة لأول مرة يحصل اتفاق على الإعجاب بياسمين عز وبعد ما كانت التعليقات على فيديوهاتها ناس بتشتم فيها وتدعي عليها بقت التعليقات كلها ناس بتشكر فيها وفي شكلها وابتدعي لها إن ربنا يهديها تفتكروا ياسمين عز ممكن تفاجئنا يوم إنها لبسته بجد ولا هي مجرد إنها عاوزة تطلع ترند ده اللي هنعرفه هيبان الأيام اللي جاية